فجأة تنبه العالم لمسؤوليته الأخلاقية إزاء الصراع في اليمن أربع سنوات سوداء خاضها اليمنيون في صراع بلا أفق قبل أن يلتفت العالم للمأساة اليمنية واشنطن التي تصدرت دور البطولة في المشهد اليمني في الآونة الأخيرة كانت قد وجهت عبر وزير خارجيتها ووزير الدفاع دعوات لجميع أطراف الأزمة اليمنية بوقف إطلاق النار خلال ثلاثين يوما تبدو اليوم عازمة على المضي بفرض معطيات جديدة على خارطة الصراع اليمني فهي وإلى جانبها بريطانيا وفرنسا تسعى لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن ودعم الحوار الذي يقوده المبعوث الدولي أملا في التوصل إلى تسوية سياسية متطلبات السلام من وجهة نظر واشنطن تبدأ من وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة يليها وقف استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية قبل الانتقال لمحادثات سياسية تؤدي إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار على نطاق واسع دعوات وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ستمظيم سنودة بتحركات لتسريع عمليات الإغاثة وانتشال الاقتصاد اليمني عبر ضخ العملات الأجنبية في البنك المركزي بات من الواضح أن ثمة ما يشبه الإجماع الدولي حول إنهاء الحرب اليمنية فالإرادة الدولية كما تقول كل المؤشرات إنها تسعى لانتزاع الملف اليمني من يد السعودية التي باتت أنظار العالم مصوبة عليها وعلى أدائها في التعامل مع الأزمات خصوصا عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بطريقة وحشية بما يؤكد أنه ليس اليمنيون وحدهم من فقدوا ثقتهم بالسعودية بعد أربع سنوات حرب بل أن العالم بات ينظر إليها بعين الريبة وفقدان الثقة بالنظام السعودي رغم الترحيب الذي أبدته الشرعية بجهود السلام بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها طالبت بحزمة من إجراءات بناء الثقة تشمل إطلاق صراح الأسرى ونقل إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلاب إلى البنك المركزي وفتح المطارات وتسليم ميناء الحديدة وعلى الرغم من كل الضغوط الدولية الرامية لإنجاح قرار السلام الدولي إلا أن سحابة الشكوك لا تزال تخيم على النجاح أو في أدنى المستويات على انعقاد المشاورات في التوقيت المحدد غير أن ما تراه واشنطن أنه مجرد قصف سعودي على اليمن يراه اليمنيون أزمة مركبة بدأت بانقلاب الحوثي على السلطة وانتهت بتحول التحالف عن أهدافه وخذلان الشرعية ترجمة نانسي قنقر